فصول كل مرحلة كنعم المربي فصل من هذه الفصول هذا المؤلف سلسلة العقوبات الغربية من المؤكد أنها ضيقت الخناق على بشار أسد زعيم عصابة المخدرات وجعلته يحاول بشتى السبل البحث عن طرق للالتفاف عليها المجلس الأطلسي قال في تقرير له إن أسد يحاول الهرب من جرائمه من بوابة الشخصيات العسكرية والأمنية الجديدة حيث أصدر مطلع العام الحالي نشرة سرية عن تعينات وترقيات داخل ميليشياته لنحو ثلاثين ضابطا ولا هم مناصب قيادية اثنان فقط منهم مدرجان على قوائم العقوبات الغربية سهير الحسن واللواء صالح العبدالله والباقون خارج القوائم التقرير أشار إلى أن هناك فجوة كبيرة في نظام العقوبات تجعله عاجزا عن مواكبة الواقع المتغير في قيادة ميليشي أسد شرحها كبير محامي عقوبات الولايات المتحدة السابق ماثيو توشباند أن هناك عوامل قبل اتخاذ العقوبات أولها وجود إرادة سياسية وثانيا جمع الأدلة التي تدين الأفراد وهي أمر صعب وخطير خاصة إذا كان مصدرها يقيم في مناطق أسد أما المرحلة الأخيرة هي تنسيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مع الوكالات الأمريكية الأخرى والأمر ذاته ينطبق على العقوبات الأوروبية خلاصة التقرير نبهت إلى أن ضباط أسد يتقاضون المال بالدولار والذهب من خلال ابتزاز المعتقلين وعائلاتهم بوسيطة شبكات وصفها بالسرطانية مرتبطة بالميليشيا وحذر من أن العقوبات الحالية لا تستجيب للواقع على الأرض خاصة تغييرات القيادة في الميليشيا وفيما يخص هذا أوصى المجلس الأطلسية الدول الغربية بتطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على مؤسسات أسد التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يساهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة ترجمة نانسي قنقر